يتهم كثيرون الشيخ القرضاوي بأنه كان من أكبر دعاة الإرهاب والمحرضين على انتفاضة الشعوب العربية ضد حكامها ولكن هل أن هذا الافتهام صحيح؟ وهل أنه كان السبب الرئيسي في تخلف شعوبنا وستجابتها لدعاويه في التمرد على الحكام وأيضا تغيير السلطة ولصالح ما يسمى بالدين الصحيح؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من وهم الدين هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة السريعة حول موضوع القرضاوي والاتهامات الموجهة له فكونوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سأحاول أن أجيب على هذا السؤال فأقول بأن هل أن من يتهم القرضاوي بالإرهاب والتطرف وأيضا الوسطية أحيانا أو من يدافع عنه بحجة الوسطية والتسامع مع هاولة الخلط قيم العصر مع قيم الدين الأصيلة أنا أقول أن الرجل ليس مسؤولا مباشرة عن كل ما حصل لا هو ولا جميع رجال الدين الكبار والصغار منهم لا الخميني ولا خامنئي على الجانب الشيعي ولا حتى سيد قطب وابل لادن وغيرهم هؤلاء جميعا هم نتاج للنبع أو المستنقع الذي ولدنا ونشأنا فيه جميعا فكان من الطبيعي ظهور هذه الأسماء وغيرها بهذا الشكل المسؤول الذي يجب أن نعرفه ويجب أن نعترف بوجوده ونعترف به على أن موروثنا الديني بأكمله هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الموضوع وعلينا لكي نعالج كل قضية أن نرجع إلى أصل المشكلة بدلا من أن نتحدث عن ما يسمى أصول ونعتبرها أصول لا تقبل النقاش ومقدسة بالعكس هي هذه الأصول التي نعتبرها مقدسة هي التي كانت السبب في وجود أشخاص مثل القرضاوي والخميني وحصول كل هذا الذي حصل في حياتنا والذي جعلنا خلال نصف قرن نتراجع بين ركب الأمم على جميع المستويات وهذا أمر لا يحتاج جدل ولا نقاش وعليه أقول أن من يحسب نفسه شجاعا ويشخصني المشكلة ويلقي الاتهامات على هذا الطرف أو ذاك يلقي الاتهام على الشيعة أو قادة الشيعة أو قادة السنة أو يلقي الاتهامات على الاستعمار والاستكبار ويسمي ويعدد ويفصل وأيضا الانحراف عن الدين الصحيح هذا كله لا ينفع ولا يشفع الذي يريد أن يتحدث عن حقيقة الموضوع عليه أن يذهب إلى أصل القضية ويكون شجاع بالفعل ويتهم تاريخنا وموروتنا كله وخاصة الأجزاء البالغة القداسة منه كما ذكرت دون هذا عليه أن يصمت فهو كما يبدو من يتحدث بهذا الصيح هو شخصا الأمور ويلقي الاتهامات يبعدها تماما عن أصل القضية وعن المستنقع الثقافي والفكري والتراثي الذي ولدنا ونشأنا فيه فهذا شخص هو من أكبر المشاركين في السير خلف هؤلاء الشيوخ هؤلاء الشيوخ لا يمكن أن نلومهم على ما خرجوا به أو ما نشروه بين الناس لأنهم في الأصل الأناس يعتاشون على الغذاء السام الذي المتواجد في هذا المستنقع التراثي الذي يرفض الجميع مراجعته ويخشون الدخول في أعماقه واكتشاف الفيروسات والأوبئة التي لا تنقطع عن التأثير على حياتنا حتى يومنا هذا هؤلاء نحن جميعا وأنا من أجم أيضا في فترة مبكرة من حياتي أنا من الناس الذين كنت أقول هذا المستنقع يجب أن لا نتحرش به ستثور علينا عشرات الآلاف من الفيروسات والعواقب الوخيمة أن أثرنا القوى المظلمة الكامنة فيه نتركه كما هو ونحاول إصلاحه من الخارج ونضع له الأصباغ والألوان اللطيفة ونقوله هذا مستنقع لطيف وجميل وكله محبة وتسامح ورأفة وحنان ويمنح الحريات وبعض الناس يجوا وقالوا الديمقراطية في هذا المستنقع الاشتراكية في هذا المستنقع التسامح وحقوق الإنسان في هذا المستنقع وما إلى ذلك وبالحقيقة هي المستنقع آسن مليء بالأوحال والأقدار ولا يمكن أن يخرج به من عند الإنسان بأي شيء لا فإلا ما ندر طبعا هذا الكلام لا يخص الدين نفسه يعني أنه لا تحدث عن كل المنظومة التي أخرجها الدين الإسلامي تحديدا وأيضا الأديان الأخرى المشاركة في كوارث مستمعاتنا التي لا تتوقف منذ نحو 2000 عام هذا الدين الموروث هو سبب الخراب الذي نحن فيه جميعا الثقافة التي ينشرها هذا الدين أنا لا عن الدين بحل ذاته ما احترامه للدين لكن عن الدين الموروث الذي وصلنا أنا أتعامل مع الدين الذي وصلنا لا علاقة لي بالدين الذي في ذهنك أنا أعتبر الدين هو مشروع مشروع فكري وتتوجه تقافي وتوجه روحي وتوجه إنساني هذا أرى نتائجه على الأرض نتائجه على الأرض هذا نراها جميعا لأما تحدثني عن قضايا موجودة في الغي فهذا شأنك تخليك على الجام قدم لي نموذج ناجحة قدم لي قصة ناجحة على مدى 1500 عام أو 2000 عام أكثر بالأيام المسيحية واليهودية حتى يومنا هذا قدم لي نموذج مفيد ناجح ما معنى النجاح هذا فكرة أيضا تستحق النقاش وأدي حلقة عن مفهوم النجاح لكي نعرف الفرق ماذا نعني بالنجاح وماذا نعني بالفشل وهم بالتأكيد مصطلحان حديثان مفهومان حديثان الأمر المهم الذي يردقونه أن خروج أشخاصيات مثل القراضاوي مثلا القراضاوي لم يخرج كما قلت من لا شيء هو خرج من هذا النبع الساحر اللطيف ويشتغل على أساسه ونجح في أن يكون الزعيم أو الرئيس للتجمع نسيت اسمه طويل علماء الدين التجمع العالمي لعلماء الدين أدى اسم كبير وأدى مناصف كثيرة جدا هذا كيف نجح في هذا المسألة هذا الرجل وأنثال الخمين وغير هؤلاء تعكزوا على شيء موجود داخل العقل العربي داخل العقل الشرقي ونستطيع أن نصف هؤلاء بأنهم مقامرون أو مراهنون محترفون على العمل على ما يحرك ويغذي ويديم حياة هذه المستقعات الدينية المتخلفة التي ولدنا ونشأنا فيها كما قلت فبالتالي هؤلاء عملوا على ما هو موجود لم يأتوا بشيء من عندهم على العكس هم كل ما ازدادوا تطرفا وعودة إلى قوائد عمل الفيروسات الدينية التي تركت بدون تنظيف في هذه المستقعات التي ما زلنا نعيش فيها حتى اللحظة هذا كانت لديهم فرصة أكبر للبقاء ومراهنتهم كانت صحيحة بالمناسبة الرجال عملوا على هذه المراهنة ونجحوا واستطاعوا أن يكونوا زعماء وقادة وحركوا الشعوب باتجاه ما تربت عليه ونشأت وتعلمت إذن من هو المسؤول؟ المسؤول هو هذا الموروث الذي نشأنا فيه والذي ما زلنا نصدق بأنه سيقدم لنا جميع الحلول وأن هذا الموروث تعودنا عليه ولا نستطيع تغييره بأي شكل من أشكال هذه هي القضية علينا أن نعرف الحدود يعني أين المشكلة أين منبع المشكلة نحن لا نريد أن نقول أن هذه المشكلة مثلا يجب التخلص منها لا نستطيع تخلص منها نحن نعيش في وسطها نحن نعيش وسط هذا المستنقع للآسم فبالتالي علينا فقط أن ندرك بأن كل الأمراض والإشكالات التي تأتينا تأتينا من هذا المستقع حتى لو افترضنا وجود كنوز وجواهر وأشياء صحيحة 100% في وسط هذا المستنقع فلن تنفع لأنها أصلا تلوثت وتداخلت مع بقية الأشياء ولا نستطيع حتى لو شئنا أن نعيد نسقلها من جديد ونعيدها إلى الأصل الذي كانت عليه وحتى لو استطعنا فلن تنفع في عالمنا المعاصر لأنها جواهر كانت تعمل في ذلك الزمان وشيء من هذا الرقيبية يجب أن ندركه إذن المسؤول أيضا المباشر عن استمرار هذا النهج ليس القرضاوي والشوخ والرجال الدين الكبار والصغار منهم وأيضا المستبدين هم جزء من الحفلة الطغاة والمستبدين والضباط العساكر والدعوات القومية في فترة من فترات راح يتحدث عن المراحل الخمسة للاستعمار الشرق الذي نحن فيه في حلقة لاحظة المسؤول المباشر هو هذا هذا اللي يمتنع أيضا عن مناصرة أناس من أمثالي وأمثال كثير من أسماء التي تدعو للتنوير والخروج من عالم الماضي والدخول في عالم المستقبل على أسس معرفية جديدة هذا الذي يرفض أن يسمع لنا ويتقبل كل ما يصدر عن هذا المستنقع الآسن ويقول أنكم أنتم تحاولون المساس بالدين الصحيح أن هذا الدين عظيم وجميل هو لا يفعل إلا سواء سواء يتضامن مع الطرف الأقوى والذي يهيمن على الشارع والواقع ويحاول أو يعني يخاف أن يتحرش به لأنه يعرف أن ثمن ثمن التعرض لهؤلاء خطير جدا وقد يؤدي به إلى فقدان حياته وهذا العنف هو نفسه أنه الخشية من هؤلاء هذا يفسر لماذا هؤلاء يتسمون بالعنف لأنهم أصلا هم نشأوا داخل وسط عنيف وأخرجوا لنا دينا عنيفا بالنتيجة وأنا أقول دائما أن الدين ليس هو سبب العنف إنما العنف هو سبب الدين الدين وجده لكي يبرر وينظم عملية العنف ويشرعن هذه العملية ونحن ما زلنا يبدو كما يبدو شعوبا شبه بداية أو لم تخرج من العالم البداية ما زلنا شعوبا طفلة لم تنضج بما يكفي لكي تتخلص من سطوة رجال الدين ودعواتهم المستمرة للعنف والضبط الاجتماعي العنيف لتعالمهم الدينية مثلا قطع الأيدي مثلا الرجيم هذه العقوبات العنيفة التي كانت تتسم بها الشعوب المتخلفة البداية ما زالوا يؤمنون بها ويعتقدون بأنها هي الصحة كلها وهم حقهم لأنه هذا الذهن الذي يفكرون فيه لأن هذا هو الوسط الاستماعي الذي خلقوه وصنعوه فبالتالي لا يستطعوا نخرج من عنده كيف يخرج من عنده؟ هو جزء من التكوين الأساسي فبالتالي نحن نريد بس واحد أنه هذا الذي ينتقد هؤلاء ويشخصن الأمور ويعتبر أن العلة كلها في أشخاص مثل خمين وحسن نصر الله وباللدن والقرضاوي وغيره لا هذا الشخص علي أن يكف عن هذا هذا الشخص أنا ويقول أن لدينا مشكلة حقيقية في أسس التفكير التي أسس العقل الأسس العقلية والفكرية والروحية والثقافية والاجتماعية والتقليدية والتراثية وكل الأشياء يجب أن يعاد غربلتها أو لا يعاد غربلتها توضع جانبا وأن نتبع الطريق الذي تبعه العالم أجمع هو طريق العلم والمعرفة والعقل وبعد ذلك تجي فرق تشتغل على منطقة التراث مالتنا وتستخرج لنا ما تبقى منه وقابل لأن ينفعنا في المستقبل أختم ويقول أن هؤلاء الذين يمتنعون عن مناصرة أشخاص مثلنا يدعون لنا التنوير نحن لا ندعو لأسقاط الدين بالعكس الدين المسألة الأساسية في حياة الإنسان لكن ليس هذا الدين الذي جلبوه لنا هؤلاء الدين الجديد الذي يتعقلم مع الواقع الدين الذي لا يتعقلم مع الواقع فهو ليس دين نافع أي الاقتصار بسيط لا علاقة لنا بأن هذا الدين مقدس أو غير مقدس أي نمط من الألاقات يجمعنا معا هو هذا الدين الجديد الذي نحن بحاجة له دين فشر في مهمته كأي مشروع كأي مشروع فكري كأي نظرية سياسية أو نظرية اجتماعية أو نظرية فكرية هذه فشلت أو ما قدمت النموذج الناجح نقدسها ونحترمها ونقول إنها مسألة ويعني تحمس من أجلها لكن في النهاية يجب أن ندرك بأن الموضوع هو موضوع إدارة شؤون الحياة بين البشر نحن لا نستطيع أن نعيش بشكل منفرد الدين كان فكرة من أفكار البشرية نجحت في فترة ما والآن فشره أما من يأتي الآن ويقول أن من يحاول أن يضع أسس جديدة للمعرفة وأسس جديدة للتفكير والعمل والرؤية والتعامل وأسس جديدة للأنماط جديدة من العلاقات بين البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وحقائتهم هذا الذي نحتاجه هؤلاء أجوا رجال الدين وقالوا لا هذا كل أدنى الحل لا ترهم لا تدوخون الحل موجود أدنى فقط ورأينا حلهم وسنناقش ماذا وضعوا لنا من هلول والكوارث التي قادونا إليها آسف على الإطالة وأختم وقول بأن من يمنح هؤلاء السلطة هم نحن وليس أشخاص آخرين وهؤلاء استغلوا عاطفتنا وثقافتنا المتخلفة البسيطة السطحية التي ورثناها عن أبائنا وإجدادنا ووجدوا لهم مكانا اخترقوا عقلنا ووعينا وهيمنوا علينا وما زلنا ما زالت الأغربية تسير خلفهم وتعتقد أنها تسير على الطريق الصحيح هو من يمنح السلطة لهؤلاء ومن المتهم بالوقوف بعلو سيط هؤلاء هم هو نحن وليس غيرنا فهؤلاء مجرد رجال هم عاديين يعني مثلهم مثلك يأكلونه يشربون يرحون للحمام ويتعلمون ومن أين تأتيهم السلطة السلطة نحن الذي منحناها لهم وعلينا أن ننتبه إلى المسألة وشكرا وإلى لقاء قريب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر